تدخلت وحداتنا العملية هذا اليوم على الساعة الثالثة واربعة عشر دقيقة مساء على مستوى شارع عمران علي وسط مدينة وهران من أجل حادث تمثل في إخماد حريق شقة متواجدة بالطابق الأول لعمارة سكنية تتكول من سبعة طوابق بإقليم بلدية وهران حيث مباشرة بعدما تلقت مصالحنا لنداء النجدة تم تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية الضرورية والمتمثلة في ست شاحنات تدخل بمختلف الأنواع بالإضافة إلى شاحنة ذات سلم ميكانيكي وست سيارات إسعاف من بينها سيارة إسعاف طبية حيث سجلنا على إثر هذا الحادث وللأسف شديد وفاة خمسة أشخاص متوفين ومتفحيمين في عين المكان هما الأب والأم وبنتين الأولى تبلغ من العمر 15 سنة والثانية تبلغ من العمر حوالي 16 سنة بالإضافة إلى الطفل يبلغ من العمر 8 سنوات تم تحويلهم من قبل مصالحنا نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وهران الجامعي عمليات الإخماد والتدخل والإجلاء جارت تحت إشراف المدير الولائي للحماية المدنية